أعظم عبادة أمرنا الله بها في شهر رجب هو ذكر هنكرره يوميا ألف مرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نصيحتي النهاردة ليكم نصيحة للمعتمر والغير معتمر يعني أنت لو طلع عمرة اسمعي الفيديو ده ولو مش طلع عمرة برضو لازم تسمعي الفيديو ده لأن هقولك فيه ذكر عجيب وجميل جدا أمرنا الله به سبحانه وتعالى في كتابه العزيز فخليك معايا للآخر واسمعي الفيديو وإن شاء الله بإذن الله هتستفيدي كالعادة شهر رجب ليه مكان عند ربنا سبحانه وتعالى زي ما انتوا عارفين ومش الشهر رجب بس الأشهر الحرم عمتا عند ربنا ليها مكانة تانية خالص عن بقية الأشهر ولما سئل النبي عن شهر شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب وبين رمضان يعني ربنا يعني الرسول عليه السلام نفهم من كلامه إيه إن رجب إن شعبان وقع بين عظيمين بين شهرين عظيمين شهر رمضان وشهر رجب يعني شهر رجب عظيم أهو زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وكل الأشهر الحرم عظيمة عند الله وليها مكانة خاصة زي ما قلتلكم وبنكتر فيها من العبادات بقى سيام وقيام وصلاة نوافل ودعاء وطبعا مش هنغفل عن العبادة العظيمة اللي أمر بها الله سبحانه وتعالى في هذه الأشهر وفي شهر رجب كمان هي إيه هي إن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في كتابه العزيز فلا تظلموا فيها أنفسكم يعني أصدوا على الأشهر الحرم ما نظلمش نفسنا فيها وشهر رجب شهر الصب أي بتصب فيه الرحمات صبا والمغفرة صبا وفيه النفاحات وشهر رجب شهر الغرس بنغرس فيه العبادات وإيه هي بقى ظلم النفس اللي ربنا سبحانه وتعالى نهانا عنه في هذه الأشهر الحرم ظلم النفس في الأشهر الكريمة دي وفي الأشهر المحرمة بتنقسم لحاجتين ممكن إحنا نعملهم وبنكون ظلمنا نفسنا في هذه المرحلة إيه هي هو ارتكاب المحرمات دي أول حاجة ارتكاب المحرمات إنك ترتكب محرم أو إنك ترتكب زنب في هذه الأشهر المحرمة دي طبعا ظلم للنفس كبير لإنك أنت زي ما الحسنة مضعفة برضو السيئة بتكون مضعفة والحاجة التانية هو التأصير في العبادات ما تأصريش في العبادة في الأشهر الكريمة دي شهر رجب بدأنا الأشهر الحرم فما تأصريش العبادة فيه خلينا في شهر رجب يعني ناخد شهر بشهر ما تأصريش فيه العبادة كتري من الطعاط طبعا أصلا إحنا مقصرين يعني أصلا إحنا من نوعيتنا مقصرين في العبادات فهتلاقي في الشهر ده اللي بيصوم شيء جميل واللي هتلاقي اللي بيكتر من النوافل واللي بيكتر من العبادة جميل جدا فلكن إحنا بقى أصلا يعني إحنا أصلا بطبيعتنا في الشهور دي إن إحنا إن إحنا طبيعة البني آدم أصلا إن إحنا مقصرين في وبنعمل زنوب كتير طيب إيه الحل في الموضوع ده وفي الشهور دي إحنا بنقول إن الشهور دي عظيمة عند ربنا وبالتالي السيئات فيها برضو هتكون عظيمة فهنعمل إيه وإحنا مقصرين بطبيعنا إيه الحل عشان كده هقولك على ذكر هتكراري ألف مرة في اليوم ويمكن أكتر يعني إنتي كراري كتير جدا كراري الذكر ده كتير جدا طول ما أنت ماشية وطول ما أنت قاعدة لو أنت بتخسلي المواعين آه أنا نسيت أنا ما قلتلكوش على الذكر الذكر هو الاستغفار استغفري ربنا وانت وقفة في المطبخ وانت بتطبخي وفي والله في حديث حكاية قصة هحكيها لكم عن الاستغفار إن شاء الله هعمل لها فيديو تاني قصة جميلة جدا عن الطبيخ بالاستغفار يعني طول ما أنت وقفة تطبخي وقت استغفري أسفا وانت وقفة بتطبخي زي ما قلتلك وانت بتخسلي المواعين استغفري الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستغفر في اليوم سبعين ألف مرة وهو المعصوم فما بالك بينا احنا بقى يعني ما بالك احنا احنا نستغفر سبعين ألف سبعين ألف من السبعين طبعا احنا بنقتضي بسنة الرسول في كل حاجة بس في حاجات المفروض احنا نضعفها لإن احنا زنوبنا أكتر يعني الرسول بيستغفر سبعين مرة فإحنا مش نستغفر بقى سبعين لا احنا نقطر كتير جدا لإن دا المعصوم لكن احنا زنوبنا كتير فلازم نستغفر أكتر بكتير 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 فزي ما قلتلك لو انت ماشية مثلا من الفندق لحد ما توصلي للحرم الفترة دي كلها وانت ركب البص وانت ماشية استغفري استغفري ربنا كتير وانت قعدة بين الصلاوات مثلا وما فيش زي صلاة العصر مثلا بعدها المفروض ان انت ما بصليش ما فيش صلاة استغفري في الفترة دي استغفري ربنا كتير جدا فضل الاستغفار ايه بقى لو نزل العذاب على أهل الأرض في الفترة في فترة يعني لو نزل العذاب لو ربنا أمر انه ينزل عذاب على أهل الأرض مش هينزل على المستغفرين وربنا سبحانه وتعالى قال ايه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يا سلام سبحان الله والله الاستغفار دا يا جماعة ان احنا غفلين عنه مش عارفة ليه الاستغفار دا يجعل من كل ضيق مخرجا ومن كل هم مفرجا ويرزكك من حيث لا تحتسبي ويهديك لرحمة ربنا يهيئك لرحمة ربنا ومغفرته وسبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى اللي قال الكلام دا أنا ما بجيبش كلام من عندي والله ربنا اللي قال كل فوايد الاستغفار دي وفضل الاستغفار دي ربنا أيلهن في كتابه العزيز اسمعي ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جناتا ويجعل لكم أنهارا يعني لو انت عايز مال استغفري لو انت عايز أولاد ربنا مثلا ما أردش ولسه ما خلفتيش استغفري ربنا كتير لو انت عايز رزق واسع استغفري لو انت عايز السماء تنزل عليك مضرارا يعني برزق كبير لا حصر له استغفري الاستغفار يا جماعة الاستغفار ربنا أمرنا به يعني أمرنا به في الكتاب وإحنا غفلين عنه وعن فويده وفضله العظيم هعيد لكم الآية تاني فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا يعني يا جماعة مش بس السواب في الدنيا والفضل في الدنيا لا دا انت في الآخرة كمان هتاخد جنات مش جنة واحدة جنات وأنهارا أنهارا بقى من كل ما تشتهيها فبجد يا جماعة بجد أوصيكم ونفسي بالاستغفار والله العظيم أنا بمشي أستغفر في الشارع طول ما أنا ماشية في الشارع فأنا بحس بفضل الاستغفار دا في حياتي كلها والله وبحس بأن ربنا فعلا بيديني من غير حد والله العظيم وبيديني فعلا مضرارا والله فقلت لازم أنصحكم بي لأن أنا مجرباه ومجربة فضله العظيم في حياتي ويرب تكون أفتكت